قام رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بزيارة لقواعد عسكرية بالقرب من العاصمة الخرطوم هي الأولى منذ بداية الحرب في شهر أبريل الماضي وشملت جولة البرهان مدينة أم درمان وعطبرة وتفقد مقر سلاح المدفعية وقال مصدران حكوميان أن البرهان يعتزم الأسبوع المقبل مغادرة السودان لإجراء محادثات في مصر والسعودية لبحث مستقبل الأزمة في بلاده وذكرت المصادر أن البرهان سينتقل إلى بورت سودان لإدارة اجتماع لمجلس الوزراء المكلف ورجحت أن يعلن بورت سودان عاصمة إدارية مؤقتة للبلاد وأن يتخذها مقرا لمباشرة مهمه والإعلان عن تشكيل حكومة طوارئ لإدارة شؤون البلاد برئاسة نائبه مالك عقار نتابع التقرير سودان كانت ولازالت نبض اقتصاد السودان ومعبر الهاربين من صراع الجيش والدعم السريع واليوم يضاف إليها صفة العاصمة الإدارية منها سيسير رئيس مجلس السيادة وقائد أركان الجيش عبد الفتاح البرهان أمور البلاد وجولات الصراع ضد قوات الدعم السريع قرار البرهان باتخاذ بورت سودان مقرا له عاصمة إدارية مؤقتة نقلته مصادر مطلعة في مجلس السيادة حيث أكدت أنه يعتزم أيضا تشكيل حكومة طوارئ لإدارة شؤون البلاد برئاسة نائبه مالك عقار كما ويتجه لتسمية بورت سودان عاصمة إدارية للبلاد وودمدن عاصمة اقتصادية إجراءات البرهان هذه ستأتي بعيد إنهاء زياراته المرتقبة إلى مصر والسعودية حيث سيبحث مع قيادتي البلدين تسريع وقف الحرب وتسوية الأزمة في بلاده وذلك في أول الزيارة إلى خارج البلاد منذ الدلاع القتال في الخرطوم محللون يرون أن قرارات البرهان لم تأتي إلا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة فيما تعلق بتسيير شؤون البلاد الإدارية والمعاشية بعد عجز الحكومة الحالية عن مزاولة مهامها متأثرة بالصراع العسكري الدائري بين الجيش والدعم السريع لكن بالمقابل هناك من يجد في قرار البرهان خطورة استراتيجية حيث يعتبرون اتخاذ عاصمة إدارية مؤقتة بديلة للخرطوم مقدمة لسيناريو ليس ببعيد سيناريو صنعاء وعدن في اليمن ما يهدد بشبح انقسام جديد جراء صراع مستمر لا أفق قريب لإيقافه وبين محاولات البرهان في الداخل بالسيطرة على الوضع الأمدي في البلاد وإيقاف تمرد الدعم السريع وسعيه الحثيث لدفع الوسطاء وعلى رأسهم مصر والسعودية والولايات المتحدة إلى دعمه ضد حميتي وقوته لا يبصر السودانيون بعد بارقة أمل في نهاية نفق الصراع في ظل تراكم الأزمات الأمنية والمعيشية والسياسية مشاهدينا للمزيد ورحب بضيفي هنا في الاستوديو سيد خالد العيسر الكاتب والمحلل السياسي ورحب بك سيد خالد مرحبا أهلا بك بداية دلالات ظهور البرهان وجولته في قواعد خارج الخرطوم تحية لك ولمشاهديكم والكرام تعددت الروايات والكذبة واحدة منذ أن بدأت هذه الحرب وهي أن البرهان محاصر في القيادة العامة واخوات الدعم السريع لطالما رددت هذه الفرادية لطوال أربعة أشهر ونصف وثمت أشياء يجبت استدراكة هنا في هذه المحطة وهي أن هذه الحرب هي حرب للكاذيب والتضليل منذ أن بدأت في الساعة الأولى خرجت قواة الدعم السريع بأجزوبة كبرى وهي أن تريد أن ترسخ للغيامة الدموقراطية وهي مكون صغير يعبر عن شريحة محدودة يريد أن يرسخ الدموقراطية للملايين من البشر ثم انتغل الكاذب إلى مرحلة أخرى وهي محاربة فلول النظام وأنصار النظام القديم وبالتالي والكيزان وبالتالي هي أيضا وات الدعم السريع في مكونة هي مكونة في أساس من القواعد التي كانت ترتبط بالنظام القديم والفلول والكيزان محمد حمدان دوغلو عبد الرحيم دوغلو الذين كانوا عضاء في المجلس الشورى وكانوا عضاء من الحركة التي تدير الحكومة والدولة ثم انتغلوا إلى فكرة ترسيخ المساواة وتوزيع الموارد السودانية وهنا أيضا كذبة أخرى لأنه هو تدعم السريع ما هي إلا أسرة تأثر بمكاسب الأمة السودانية وتصدر الذهب وتصدر المنتجات المحاصيل السودانية والثروة الحيوانية وقامت مسلخة في الخرطوم مسلخ بملايين الدولارات إذن أيضا فرضية كاذبة أخرى هم الآن أيضا عادوا إلى فكرة الأجزوب الأخيرة وهي أنهم يسيطرون على الخرطوم من نسبة 99% وأنهم يضربون طوقا محكما حول الغيادة العامة وقد جاءت الرياح بما لا تشتهي أنفس هؤلاء الذين يسوغلوا هذه المفاهيم الخاطئة الجيش السوداني يدير حرب برؤية استراتيجية محكمة تتمرحل تصاعدا منذ الهجوم الأول إلى أن تتحر الخرطوم من آخر جندي وليس هناك من سبيل بخلاف أن يركنوا ويعودوا إلى صوت الحكمة ويتخذوا نوعا من الرشد لكي تغفى هذه الحرب بخلاف ذلك الأكاذيب لم تمكنوا من السيطرة على الدولة ولا حتى إنغاز من بقي من قواتهم وخير شاهد على ذلك هو غياب قاية هذه القوات الذي لم يعد بإمكان يصهر إلى العلن كما ظهر البرهان البرهان تحرك في مدرمان بكل حرية وكنت قد ذكرت لك هنا في حوارات سابقة أن البرهان يتحرك من الغيادة العامة إلى سلاح الإشارة إلى كلية الزراعة إلى جامعة الخرطوم إلى شارع النيل في مناطق فلم يكن محاصرا كما ظلوا ينويون لهذه الفكرة الخاطئة من الزمان بعد هذه الجولة الداخلية على ما يبدو مصادر قريبة من البرهان قالت بأنه سيقوم بجولة خارجية أيضا وعلى رأسها مصر والسعودية ما هي دوافع وأهداف هذه الجولة؟ لطالما أيضا صاحبة هذه الحرب أيضا نوع من التشويش المقصود من بعض الذين لفظتهم الإرادة الثورية قبل أن تجري عملية الانقلاف في 15 أبريل الشعب السوداني خرج في مواكب ربما تشهد بذلك كبيرة وضخمة في سياغ رفض غوى إعلان الحرية والتغيير والشعب السوداني أصلا يرفض كل من ارتكب فضاعات في حقه وهنا لا بد أن نستدرك ونذكر أن قوات الدعم السريع هي التي متهمة بقضية فضل الاعتصام وبالتالي مثل هذه التسويق أن البرهان يريد أن يفعل أو البرهان أخرجته قوات هنا أو هناك كثير من الأخبار انتشرت في وصايت في منذ ليلة أمس وهي ما هي إلا محضة كاذيب يريد من خلال بعض الذين لفظهم الشعب السوداني بقواتهم التي هي تمردت ويريدوا أن يعودوا للسلطة عبر بوابة ما عرف بالحوار الذي يتم في يدها على سبيل المثال وهو ليس حوارا سياسيا وإنما حوارا عسكريا إنسانيا إنسانيا لماذا؟ لأن قوات الدعم السريع اتخذت من سلاح القزاء أيضا نوع من الضغط لليزراع المؤسسة العسكرية لكي تركن إلى إرادتها التي تريد أن تمررها وبالتالي حركة البرهان في المحيط الداخل والخارجي مطلوبة للحد كبير لماذا؟ لأن سياسة تجويع الشعب التي مارست الدعم السريع بامتياز من خلال قطعة لمواكب أو للمساعدات الإنسانية التي كانت ترسل من بورسوداني لعدد من المواقع وقطعها للمعينات الطبية وقد حدثت أكثر من حادثة وأيضا تدمير لمخازن القزاء والدوافد هارفور كما شهدت بذلك اليونسيف هذه دلالات واضحة إلى أن قوات الدعم السريع تنتهي أكثر من حرب موجهة ضد الشعب السوداني لكي يصرخ الشعب من جهة وتستكين الحكومة من جهة أخرى وهذا ما يزعب بورهان وكل الحكومة التي تداركه إذن ليس هناك من حرج أن يذهب إلى بورسودان أو إلى عضبرة أو أن يقيم حكومة في أي مكان كان لكي يدير شؤون الدولة وهي حرب ليست فقط باستخدام السلاح وإنما يستم باستخدام تجويع الشعب ومن هذا يأتي المبرر ولكن المؤكد أنه لا مجال لحل سياسي يعيد أي نخبة أو حزبي أو كانت سياسية كمكون إلى السلطة إلا أن تأتي فترة الانتخابة هذه جزئية مهمة وبالتالي يجب أن يكون الحل بعيدا وبمنأة من أي معالجة سياسية أو من أي تسويق خاطئ لفكرة خروج البرهان من الخرطوم طيب ولكن خروج البرهان من الخرطوم والحديث عن عقد جلسة لمجلس للحكومة في بورد سودان وحديث عن أنه سيتم نقل العاصمة الإدارية المؤقتة إلى بورد سودان ألا يؤشر على ضعف مجلس السيادة أو ضعف القيادة العامة أو المجلس السيادة وعدم سيطرته على الخرطوم بلا أدنى شك دعنا نكون واقعين لا نستطيع أن نزعم ونسير في موكب الأكاذب حتى نزعم أن الخرطوم في غبضة الجيش هناك مناطق سيطرة لغوات الدعم السريع هناك مناطق سيطرة لغوات الجيش الوطنية بكل واقعي نتعامل في كل الأشياء وبالتالي ليس من العقل أن تقوم الحكومة في الخرطوم لأنه لن تستطيع أن تعقد اجتماعات لن تستطيع أن تلبي طموحات الشعب لن تستطيع أن توفر الخدمات لن تستطيع أن تحمي نفسها لأننا نكون واقعين لأن هناك انفراط لإغداء الأمن في الخرطوم هذه عملية تحتاج إلى معالجة كيف تستطيع الأمن تعود الأسرة السودانية المهجرة إلى مناطقها تعاد المؤسسات الحيوية من المؤسسات الطبية والعلاجية ومؤسسات الخدمات المياه والكهرباء والاتصالات ومن ثم تعود الخرطوم من جديد عاصمة إدارية هذا مفهوم في سياغه لا نقذب كما يقذبون هذه حقيقة أن الخرطوم لم تعد في سلطة الجيش بنسبة 100% صحيح أن الجيش حقق اختراغات كبيرة جدا وغصم زهر القوات المتمردة في أكثر من موقع ولكن هذه ليست البيئة المناسبة لقيام حكومة بأداء مهامة كما هو متعارف عليه في الحالات السابقة وبالتالي بورتسودان أو أي مدينة أخرى خارج العاصمة هي أكثر استغرارا وأمنا والشاهد على ذلك أن كل الولايات فيها سيطرة كاملة للجيش 25 فلقة عسكرية هي لا تزال في قرضة الجيش الوطني السوداني كل المعارك التي خاطت دعم السريع خارج الخرطوم هزم فيها شر هزيمة وبالتالي نحن في سياق تمدد لحالة الأمن والاستقرار تتطلب نوع من التروي بخطة ممرحلة وصولا إلى العاصمة القوية في مكان السابق ولكن ألا يخشى أن تكون مثل هذه الخطوة مقدمة يعني خروج الحكومة ومجلس سيادة من الخرطوم إلى مدينة أخرى ألا يشجع بعض القوى نحو عملية التقسيم للسودان وبكل تأكيد الإشراقة الأكبر في هذه الحرب أن التلاحم الوطني السوداني في هذه الحرب لا علاقة له بمكونات عرقية أو جهوية هي معركة الشعب السوداني كل من في شرق وشمال وجنوب وغرب السودان يتوحدون خلف المؤسسة العسكرية هناك فئة قليلة دعتها بعض الالتباطات التي تتصل بعنصر الترغيب والاستيصار بمكاسب مالية في فترة كانت فوضوية للحد البعيد أتاحت لهم التمدد بالاستيصار بمكاسب الدولة وتصدير الزهب وجعلوا من نفسهم وكأنهم حكام السودان قلة قليلة من بيط بطن من بطون قبائل غرب السودان ليس كل غرب السودان مع هذه القوة قرب السودان هو أكثر منطقة في السودان تستطيع أن تقف بشموخ لكي تزعم أن هي واحدة من أدوات التي دعت إلى استغلال السودان من قبضة الاستعمار البريطاني عندما طالب نائب برلماني يندرج من ذات القبائل بتحرير السودان من الاستعمار وأيد نائب آخر من منطقة بارا محمد الحسن عبدالله ياسين هذه روايات معروفة إذن هم قوميون يحبون السودان يريدون أن يكونوا في مظلة دولة واحدة وهذا لن يبرر لأي فئة ضالة أو فئة متمردة أو أرادة تستأثر بمكاسب أن تتغول على حقوق أهل السودان والشاهد أن قرب السودان الآن يقفون صفا واحدا حول حماية الأمن والاستغرار في السودان وبالتأكيد هذا هو الواقع الذي يعيش السودان اليوم أشكرك جزيلا سيد خالد العيسر الكاتب والمحلل السياسي على حضورك معنا